هنقول تعظيم سلام، نقول تحية كبيرة جداً، نقول بجد شابول اللي انت عايزه للنادي الاهلي في المونديال وواحدة من أجمل كانت الليالي فعلاً لجماهير النادي الاهلي، احنا بقلنا أكتر تقريباً من 24 ساعة فرحانين وحقنا بقى محدش يجي يقول لنا يا جماعة قلبوا الصفحة زي ما احنا متعودين مش هنقلبها ما تقلبيش، المراضي ما تقلبيش، يعني بالكثير إن شاء الله ربنا يكرمنا ونفتح عليها صفحة فلوانسي كمان والله كريم حقنا نفرح لأن بجد يعني اللعيبة دي مش بتحقق النجاحات ده والانتصارات ده والقامباك اللي احنا كلنا كجماهير كنا بنحلم به كنا منتظرين ومنهم وكان عندنا قلق بصراحة قبل هذه المباراة تحديداً لكن هم أثبتوا قد إيه فعلاً فيه وقفة بتكون كده مع أي مثلاً خلينا نقول مش خسارة بس مع أي لعب متواضع أداء متواضع لفترة ما أنا برجع مرة تانية وبرجع في الوقت اللي أنا لازم أرجع فيه بقى فيه قامباك قوي يعني ها دي النقطة بقى انت بترجع تاني تقف على رجليك في الوقت المناسب هو ده اللي النادي الأهلي يعوده لنا طبعاً الفرحة اللي احنا شايفينها للجماهير دي حني نيجي عندها لكن لسه عندنا كلام كتير جداً وبجد فوز غالي جداً وكبير لسجله النادي الأهلي على اتحاد جده السعودي ثلاثية ولا أروع في وجود كمان انت مش بتتكلم لعيبة يا كريم على قد حالها لا تتكلم على نجوم عالمية كبيرة جداً في كورت القدم العالمية كريم بن زيمة كانتي رومارينيو لا أسماء كلها ضخمة وكبيرة وهي أسماء ضخمة وأرقامهم ضخمة وتمنهم ضخم وضخم كمان أكتر والأرقام اللي اتدفعت فيهم وأكيد اتحاد جده وأكيد يعني السعودية وقت ما كانت بتتعاقد مع لعيبة كبيرة كده يا كريم كان عندها أمل أن هي تحقق حاجة على أقل كاس العالم للأندية يعني يوم اتحاد جده عمر صفقات بالملايين بهذا الشكل أكيد كان عندهم الرغبة وعندهم الأمل أن هم يوصلوا في رانك مختلف في كاس العالم للأندية تحديداً فده حصل لا ده ما حصلش ما حصلش على يد مين ما حصلش على يد النادي الأهلي طب يا جماعة هي أرقام النادي الأهلي مقارنة بأرقام اتحاد جده بلاش أرقام النادي الأهلي مقارنة ببن زيمة الوحده فيها بالانس فيها تعادل طلاقا فهي دي النقطة النقطة ان انت رأس المال اللي انت كنت بتتكلم عنه من الموسم اللي فات رأس المال مش شرط ابدا يكون عنوان للنجاح في كتير تجارب رأس المال كانت بتكلل بنجاح وفي منها لا يكلل بنجاح مش معنى كده ان اتحاد جد خلاص فاشل بس انا بتتكلم ان مش شرط رأس المال هو يبقى الاساس في نجاح اي شيء لازم يكون فيه فكر ولازم يكون فيه روح موجودة ولازم يكون فيه عزيمة ولازم يكون فيه انتماء قبل اي حاجة ما انا ممكن اجيب لعب بملايين ومليارات وبعدين هم عندوش حتة اللي انت انا شارق معايا بقى فريق ده يكسب ولا ما يكسبش انا مالي انا جاي بمبلغ معين وماشي ففاهم قصدي يا كريم تفرق بشكل كبير انا مش بس فاهم قصدي ده اللي انت بتقوليه كمان كان ليه انعكاس في جملة درامية قالت في واحد من المسلسلات الشهيرة في رمضان اللي فات في جعفر العمضة تحديدا لما كان بيقول لحد من الابطال بيقول له عايز رجالة تحميك من قلبها بجد تبقى مربيهم مش جاي برجالة ده فعليهم ارشيد يمكن تيجب جملة الوحيدة في المسلسل بغض النظر بس يا فا انطبق على اللي انت بتقوليه بحزافيره فعلا حقيقي ان انت عندك ولاد نادي حقيقي بيلعبه من قلبهم بالمعنى الحرفي مش مجرد فترة التعاقد وبيقضوها والسلام لا حدوتي تانية خارطة دي واللي عجبني كمان ان انت كان عندك حملات تشكيك كبيرة جدا يعني كذا حد قالك مش بس طبعا ليجا مهير المنافس او مثلا الاستوديوات التحليلية المختلفة للمنافس بتاعنا لا حتى ناس هنا في مصر كانوا بيشكيكوا طب اقول له حضراتكم على حاجة منهم اهلوية بس التشكيك الاهلوية غير تشكيك حد تاني تشكيك الاهلوية بيكون نابع من يعني حب او خوف او حرص حاجات زي كده لكن التشكيك اللي كان موجود ده كان موجود هو يعني واقع للأسف الشديد كنا بنشوفه بس دايما هرجع اقول تاني الرد على الارض انا حب قوي او بحب جدا اي حد يشكك فيك شك براحتك اخلي الداوتس موجودة براحتك انا مش هتكلم انا هرد على الارض وده اللي حصل حتى شفنا اللقاءات اللي كانت موجودة لجماهير تحاد جده قبل المباراة اللي كانوا عاملينها طبعا كلنا عملين لها شارع على السوشيال ميديا عندنا انها كانت في كل مكان على تويتر في كل الاماكن يعني المنابر المختلفة قد ايه كان عندهم الثقة وهما بيتكلموا ليه الثقة دي نبع من ايه برضو ان انت عندك لعيبة تقال جدا ارقام وتاريخ واسم وغيره فلما تيجيب عندك الشكل ده وبعدين بتلاعب النادي الاهلي اللي هو كبير بالمناسبة وكان فيه برضو اقابيل كبيرة او كتيرة ان هما خايفين من النادي الاهلي بيسألك احنا عندنا بنزيمة ده النادي الاهلي بس احنا عندنا كانت لكن الرد كان في الاخر ايه ياهو الكورة والانفراد والهدف اللي كان مؤكد لبنزيمة الحمد لله النجم بتاعنا محمد الشناوي صدها وده كان برضو او دي خلينا نقول ما كانتش مفاجأة غير متوقعة قوي بس كانت مفاجأة حلوة لنا لان احنا برضو احنا عايزين نسبة 50 50 هتدخل بصراحة يعني وانا بتفرج على الجول ده اكيد انت كمان يا كريم كلنا 50 هتدخل 50 لا 50 مش هتدخل عشان احنا واثقين في شناوي بس 50 هتدخل عشان دي برضو ده بنزيمة فهي بص كانت مباراة حلوة لان ما فياش توقعات خارج التوقعات وبعلم ما تيجي كمان تتكلم ثلاثية لا احنا احنا رحنا حتة تانية بصي الحاجة الوحيدة احنا عملنا انجاز حلو بصراحة التفصيلة الوحيدة اللي نقدر نقول ان هي كانت داخل التوقعات مش خارجها هي اليقين اللي عنده كل الجماهير النادي الاهلي في كل مكان والكلام ده من قديم الازل مش بس في المطش ده ولا حتى في النسخة دي من كاس العالم للاندية ما فيش اهلاوي غيره تتأكدوا انه عنده يقين دايما انه لو شاف انه روح الفانيلا الحامرة كانت حضرة الموضوع منتهي بغض النظر احنا منلاعب مين